السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم إن شاء الله هحكي لكم عن مادة الأدب الإسلامي والأموي أخذتها مع الدكتور أو الأستاذ الدكتور يوسف الكحلود بالنسبة للدكتور يوسف طبعا أنا أقل من إني أنا أقايمه الدكتور ما شاء الله عليه فخم هادي وقور تستفيد منه مثقف بحب يعطي علم بس محضرته كتير بتكون هادي ومش كل البنات أو مش كل الطلاب بيحبوا هذا الأسلوب يعني بس أنا باعتقاد أنه كان معلومات اللي بيعطيها هامة فكنت أنا بركز معه الحمد لله ما بزعجنيش الناس الهديين يعني أبدا بالنسبة للكتاب هو هذا لو رحتوا على صفحة حتلاقوه اسمه كتاب الأدب الإسلامي والأموي الكتاب النسخة البدي أكفي بتختلف عن الكتاب الموجود في المكتبة ممكن بس برقم الصفحات لكن نفس الكلمات ما فيه إشي مختلف أنا طبعا مشتريتش الكتاب هدا هيكا كان كتابي مفرقات المادة بتنقسم أو الكتاب بنقسم الجزئين الأدب الإسلامي محاضرات تقريبا لنصف الفصل بيعطي امتحان نصفي وبعدين بيبدأ في الأدب الأموي وبعطي الامتحان النهائي طبعا بيكون بشمل الاثنين هلأت هحكي لكم عن الامتحانات الامتحان النصفي 2017 أول حاجة فيه نموذجين على صفحته نموذج نهائي ونموذج نصفي لو رحتوا على صفحته حتلاقوه فيه امتحانات هتلاقوه هو أصلا عامل رافع نموذجين واحد نصفي واحد نهائي بالنسبة لامتحاننا النصفي الامتحان اختياري اللي حابه تقدم تقدم واللي مش حابب يقدم كمان هو حر بس أنا نصحت للكل يقدم بتعرف كيف أسلوبه ممكن الأسئلة كتير تكرر منها بالنهائي فنصح الكل يقدم الامتحان النصفي لأنه يفيد جزء كبير من الأسئلة تكرر بالامتحان النهائي الامتحان النصفي ممكن هو يأجله يعني احنا بتذكر أجل لي لبعد الامتحانات وهو يعني مرن بهذا الشغل لو فيه مثلا كنتم مزدوئين بالوقت ممكن مجموعة من الطالبات يروحون له بتتفهموا وبقدر لأنه هدفه مش الامتحان هدفه قدش تدرسوا المادة وتستفيدوا منها عن الأدب النصفي طبعا بحكي عن امتحان بسنة 2017 فيه كان بالمكتبة وراء مكتبة الطالبات كان فيه وراء امتحانات فيه كم نموذج بفيدوا يعني حكي أنا عن نموذج نموذج الخاص في سنة 2017 هذا امتحان الأدب النصفي سنة 2017 رح أحاول أقرأ الأسئلة على السريع لأنه خطي مش عارفة مفهوم أو لا بس بسرعة أقرأ طبعا أنتم قدرين أنه هذه الورقة قديمة وأنا قمت بكتبه بسرعة أول سؤال صح وخطأ لقب جرول بالحطيئة لنشأتي في بيت مغموز النسب اثنين أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق النابغة الشيباني وقال 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 له لا يفضض الله فاكة ثلاثة من أثر القرآن الكريم في اللغة اختفاء الخصائص اللغوية القبلية في نتائج شعرائها نقطة الرابعة جمع الشعر في دواوين للاستشهاد به على غريب القرآن خمسة حظ الكتابة من الأساليب الخبرية أعظم من الخطابة ستة الخطبة التي تغلو من الحمد فتراء ومن القرآن تسمى شوهاء في سؤال يساكر بالظبط بس أنه الفعل زورة بمعنى زينة في سؤال أخير لما تخبر مرضة حتلاقوه أكيد زورة فعل بس هذا الفعل بمعنى زينة بشمل بعنى المعتادة اللي إحنا بنعرفه فعشان هيك هو جايبه سؤال الثاني أذكري نموذجا شعريا من شعر الفتوح وخصائص شعر الفتوح أذكري نموذج شعري للبيد واثنين أذكري الملامح الإسلامية في الأبيات السابق في سؤال عللي واحد ازدهر الخطابة في العصر الإسلامي اثنين تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر ثلاثة رقي الكتابة في زمن عمر بن الخطاب رقيا كبيرا أربعة كثرة الانتحال في شعر حسان وجاب لنا اقرأي خطبة البيعة قراءة نقدية وافية هذا آخر سؤال هذا امتحالنا النصف نحكي عن الامتحان النهائي الامتحان النهائي أعطانا نموذج سابق يعني كمراجعة أقرأيكم إياه الأسئلة اللي اعطانا إياها من النموذج كالتالي عللي مع التمثيل واحد ازدهر الخطابة في العصر الإسلامي اثنين رقي الكتابة في زمن عمر بن الخطاب مع التمثيل ثلاثة أكمل الأبيات الآتية واذكر القائل ذاكر الشطر الشطر الثاني انتو بتكون تذكروا وتذكروا من القائل ألستم خير من ركب المطايا الشطر الثاني مش موجود داع المكارمة لا ترحل لبغيتها الشطر الثاني مش موجود فراغ بعدين الشطر الثاني قالوا لأمهمه بولي على النار لبعده إن الذي بعث النبي محمدا الشطر الثاني مفقود الشطر الأول مفقود الشطر الثاني لا كعبا بلغت ولا كلابة طبعا الأبيات السابقة أذكري أكمل البيت وأذكري القائل حاول طه حسين متماهيا مع منهج الشك الذي يؤمن فيه أن ينفي وجود الغزل العذري والصريح ناقشي ذلك مع سوق الأدلة على الفرصدق يهجو جريرا إن الذي سمك السماء إلى غاية يبنى المراغة أين خانك اقرأ الأبيات قراءة نقدية وافية واكتب نقد هذه الأبيات في قصيد الجرير تحدثي عن عوامل الزهر الخطابة السياسية مع التمثيل وذكر الخصائص طبعا في العصر الأموي أثر أو كمان سؤال صح وخطأ من أثر الحديث في النغة أنه ساعد في انتشارها في الأمثار التي دخلها الإسلام يعتقد الخوارج بأحقية علي رضي الله عنه وأتباعي وأتباعي طبعا بالخلافة أعتقد أنا مش مكملة باقي الأسئلة بس هاي الموجود الخطبة التي تخرج من آية القرآن بتراء هي أعتقد تخلو الخطبة التي تخلو من آية القرآن بتراء من الأفاظ التي تأثرت بتأثير القرآن النشيطة وهو ما كان يختص بالغارة بقائد الغارة وهو ما كان يختص به قائد الغارة اشتهر من خطباء العصر الأموي عبد الله بن يحيل كندي طالب الحق وجمع الشعر في دواوين اللي استشهد به على غريب القرآن كان شعر الفتوح يصدر عن شعراء فحول ويطبعونه بطابع الأداب الشعبية أصبح التحميد سنة في كل خطبة على الخطبة السياسية هذا الامتحان النموذج السابق الأعطانية كمراجعة الامتحان النهائي إلى 2017 طبعا الصح والخطأ ما كانش فيه أسئلة غريبة كل معظم الأسئلة من الامتحانات السابقة أو من اللي قرأتهم الامتحان النهائي في سؤال اختاري صح والخطأ 21 فقراء أو 21 نقطة واختاري 13 نقطة وسؤالين مقالي 18 علامة 18 علامة أسئلة الإختاري من ذكره أنا معظمها ححكي لكم ميها على السريع واحد خطبة القرآن أو الخطبة يعني التي تخلو من القرآن تسمى شوهاء والبطراء من الشعراء الذين عرفوا بتشيعهم بثير عزة وفي أكثر من خيار ثلاثة نقطة الثالثة فشركم لخيركم الفداء أسلوب توجيه ولا تفريق ولا تقسيم أربعة قال علي هو أسبقهم بادرة وأحسنهم نادرة عنين خمسة قصيدة طاون ثلاث لمين من القائل ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطونا راح سبعة لمن قال جرير إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة في إمام عادلي الإجابات للأسئلة اللي أنا قرأتها شوهاء جميع ما سبق توجيه إمرو القيس الحطيئة جرير السؤال الأخير عمر بن عبد العزيز أكثر الأحزاب السياسية شهرة حزب الأموي ولا الشيعة ولا الخوارج أعتقد هيك كان السؤال مجزاكرا تسعة أكثر الشعراء قربا من بني أمية أول من مدحه الشعراء من الأمويين تسعة الذي عارض أن يكون القرآن قالبا شعريا في أكثر من الخيار آه خير الشعر الحولي المحكد أسئلة المقالكة التالية سؤال اختاري الفرع الأول النقائط خصائصها موضوعاتها مع التمثيل وتعريفها الفرع الثاني الشعراء المخضرمين مع التمثيل السؤال الثاني من المقالي الكتابة في العصر الإسلامي مع التمثيل وذكر الخصائص أو ديك تحكي عن الكتابة في العصر الأموي طبعا ديك تحكي عن ديوان العراق والشام مع التمثيل نك بكون خلصاً للمتحان النهائي لعام 2017 بتوفيق للجميع ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر